غادة كربلاء جورج زيدان روايات تاريخ الإسلام هي سلسلة من الروايات التاريخية تتناول مراحل التاريخ الإسلامي منذ بدايته حتى العصر الحديث ركز فيها جورج زيدان على عنصر التشويق والإطارة بهدف حمل الناس على قراءة التاريخ دون كلل أو ملل ونصر المعرفة التاريخية بين أكبر شريحة منهم فالعمل الروايي أخف ظلا عند الناس من الدراسة العلمية الجادة ذات الطابع الأكاديمي المتجهم وتدخل رواية غادة كربلاء ضمن سلسلة روايات تاريخ الإسلام وتتناول الرواية وقائعة تاريخية حدثت خلال العصر الأموي حيث تتضمن مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته في كربلاء كما تشمل الرواية على وقعة الحرة وولاية يزيد بن معاوية للخلافة الإسلامية التي شهدت الكثير من الأحداث والفتن خلال تلك المرحلة التاريخية والتي حكم خلالها يزيد الأمة الإسلامية إلى أن توفي في سنة 74 من الهجرة